بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا نتحدث اليوم عن صورة من صور القرآن الكريم هي صورة الكهف بدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وهذه الصورة الكريمة من أفضل صور القرآن الكريم إذ أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن تقرأ في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة وهذا لفضلها وعظمها عند الله سبحانه وتعالى وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من حفظ الآيات العشر الأول منها والعشر الأواخر منها وقاه الله فتنة المسيخ الدجال وفي حديث أن من قرأ الآيات الثلاث الأول منها حفظه الله من هذه الفتنة وما الذي سبب فضل هذه الصورة الكريمة ورد في سبب نزول هذه الصورة وهي صورة مكية يعني نزلت قبل هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة أن المشركين من أهل مكة أرادوا أن يعجزوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأوفدوا النظر بن الحارس وعقبه ابن أبي معيط إلى المدينة المنورة قبل أن يهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسألوا اليهود عن خبر سيدنا محمد ولكي يسألوهم عن أسئلة ربما يعجز النبي عنها فيترتب على ذلك أن لا يكونوا مكلفين بالإيمان بدعوته واتباع دينه فقال اليهود للمشركين من أهل مكة سألوا النبي عن سلاسة أسئلة سألوه عن الفتية الذين خرجوا في أول الدهر وسألوه عن ملك طاف العالم ملك عادل طاف العالم وطاف الدنيا وملكه الله الدنيا وسألوه عن الروح فإن أجابكم عن هذه الأسئلة فهو نبي حق وإن لم يجيبكم فبهذا يكون مدع حاشا وكلا فلما ذهب المشركون وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك قال لهم النبي سأجيبكم غدا ونسي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول إن شاء الله فأبطأ الوحي عنه وتأخر سلاسة أيام وقال بعض أهل التفسير ربما امتدت المدة إلى خمسة عشر يوما وظل أهل مكة من المشركين يطوفون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون منه الإجابة وقد أبطأ الوحي فليس عند النبي إجابة يجيب بها وبعد أيام نزلت هذه الصورة الكريمة لتبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إجابة هذه الأسئلة فقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وتولت الصورة الكريمة الإخبار عن هؤلاء الفتية وما كان من شأنهم وما كان من عددهم وما كان من سيرتهم حتى يتعلم الناس جميعا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو سبيل حفظ الله للعبد وهو سبيل نجاة العبد يوم القيامة وكذا في الدنيا وذكرت الصورة الكريمة فيما ذكرت طرفا من قصة نبي الله موسى عليه السلام عبد الله الصالح الخضر وما كان بينهما من حوار حول العلم وحول الفهم وحول العلم الذي يفيض الله به على قلوب عباده وذكرت الصورة الكريمة كذلك قصة ذو القرنين هذا الملك العادل الذي ملكه الله الدنيا بأسرها وكان له رحلة إلى الشرق وإلى الغرب وكان له رحلات متعددة وأيده الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلات بنصره وكانت الصورة الكريمة كما يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبدع صور القرآن لأنها اجتملت بحديث مطول عن فتنة الدنيا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واجتملت كذلك عن فتنة المال واجتملت كذلك عن فتنة الملك وعن فتنة العلم حتى أن نبي الله موسى عليه السلام كما ورد بالحديث الصحيح حينما سأله رجل وقال له هل في الدنيا من هو أعلم منك فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخبره بأن الخضر آتاه الله علما من لدن فكانت هذه الصورة حينما تكرر في كل أسبوع تحذرنا من فتنة العلم ومن فتنة الملك ومن فتنة المال ومن فتنة الحياة الدنيا وتعلمنا كيف النجاة من هذه الفتن وأن النجاة إنما هي في الاعتصام بالله سبحانه والتوكل عليه والإقبال عليه والاستفادة بهدي القرآن الكريم والتعلم من سيرة سيد المرسلين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب حزننا وأشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته